طيب نكمل نكمل على المباراة اللي بعدها وهي مباراة أخطاء الحراس كلنا يا كريم عارفين أن فاركو مونع من القيد السنة دي ودي مشكلة كبيرة جدا أنه فرط في واحد من طبعا أحسن الحراس الموجودين وحارس منتخب مصر محمد صبحي ودي عملت مشكلة النهاردة طبعا بشكل كبير عند فاركو مباراة زي ما بقولك كانت أخطاء الحراس نفس الكلام الناحية التانية أبو جبل أبو جبل أكيد حارس كبير جدا بس أنا أعتقد أن خروجه من نادي الزمالك ومشكلة نادي الناصر والكلام ده كله أثر عليه بشكل كبير كان النهاردة يا كريم أبو جبل قبل حتى الجون الأخراني اللي هو عمل ضربة الجزاء كان مشدود جدا كان متعصب جدا فيه في كرة كده خبط فيها في رامي صابري يتخاني فيها في الثامنتاشر في كرة فاول قبل ما نروح لها نشوف بس الأول الخطأ الأول من شيكا من فاركو ده شيكا حارس مرمى فاركو وعاوز أقولك على حاجة كان مميزات طبعا النهاردة بانك الأهلي الضغط العالي جدا بس الرجل مش عايف بيعمليه بصراحة يا كريم يعني خطأ غريب جدا 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 ومش مفهوم ومش قادر أفهم هو عاوز يزوء عشان يشوت مثلا ولا هو عاوز يرقص يخش ما بينهم في النص أنا مش قادر أفهم بس 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 معانيش ارجع تاني دي ارجع تاني دي عشان هو وصحية شيكا غلطان لا لا اللي فاتت على طول بس بس الضغط العالية كريم من البنك العالي بس 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 لا معلش أنا ياسف بس شيكا بس عبدالله باكر برحففاره يده هناك على طول انت اصلا حطيته ليه في الموقف دوت ولسه هتوجيهه هتوجيهه امتى وفيه اتنين دا خلين عليه معلش أنا ياسف مع يعني ما اللي احترام نشيك هو مش قدرسون مسلا ما هي كريم اهم حاجة انت عاوز تعمل بلد اوب من تحت لازم يبقى معاك اتنين مساكين بلعبوا كرة كويس قوي والجون عنده ملكة ان هو يطلع الشورت باسكويس او لونج باسكويس لحد من البكين صعبا انما هي مش موجودة والراجل اصلا ما كانش بلعب اساس بشكل كبير فاركو هيقابل مشكلة كبيرة برضو كان لازم تدعمات لفاركو في هدي الكرة اللي انا بقولك عليها يا كريم نشوف هنا ابو جبل بعد الكرة دي ما خلصت كان فيه شبه اخناء جوه التمنتاشر ابو جبل كان مشدود جدا طول المباراة بص هنا يا كريم هو رامي صابري وعاوز اقولك على حاجة الاتنين لقبوا مع بعض في الناشئين وانا كتبعوا في فرق رامي صابري كابتن ابو جبل اصلا بس اتعارف طبعا الكرة وده اللي استغرابته بشكل كبير كان موليد تسعة وتمانين جباسكي ورامي صابري كان سبعة وتمانين فانا مستغرب بصراحة بس كان مشدود جدا وعاوز اقولك كريم ممكن يكون ده بسبب ايه فيتوريا كان في الملعب فيتوريا كان نعم بتفرج على المباراة وابو جبل كان بعيد بشكل كبير فبقولك دي الكرة بالزبط قبل ربع ساعة او قبل تلتاشر ديئة من ضربة الجزاء اللي عملها ابو جبل نشوفها برضو ضربة الجزاء اللي عملها ابو جبل في الديئة الاخيرة خلاص وعاوز اقولك فرقه كان محظوظ بشكل كبير جدا 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 صراحة ان هو اخذ نقطة فرقه هيعاني السناد يا كريم بسبب منعقيده خصوصا في الخط الامامي عمر جمال او مصاب ولكن مفيش حد غير عمر جمال وفي مشكلة كبيرة جدا عند فرقه هتكون السنادي هنا زي بقولك بوش كان مجدود بشكل كبير جدا دي في اخر ديئة خالص شوف ان هنا ابو جبل اصلا من الاول الكريم هو كان طالع شوية زيادة عن الجنم وكان موجود المساك اصلا كان طالع مع مهاجم فرقه ما عرفش وليه خد الخطوطين دول زيادة وبيحرز فرقه الهدف التعادل عشان تنتهي المباراة واحد واحد وفرقه فعلا بيحصل على نقطة تفرق معاه جدا هو ما كانش خرج ابدا كان لارب بشكل كبير بنك الاهلي وكان بيلعب ضغط عالي طبعا كعارفين كلنا كابتان خالد جلال بيحب بيلعب دمي بطريقة الضغط العالي عاوزين بقى نروح لاخر مباراة وهي المباراة كانت الاجمل والاحلى سيراميكا كليباترا هيبقى فريق كريم انا بتأكد ان هو يكون في المربع الزهب السنة دي متأكد اكيد يعني هو هيكون احمد سامي الفرق كان بينه النهاردة وبين الكابتان اياب جلال في حاجات كتيرة جدا الفرق الاولاني ان الكابتان احمد سامي كان موجود مع سيراميكا الباطرم السنة فات وانها معهم فكل الصفقات اللي عملها وطريقة اللعب والتوليفة اللي هو عملها هو الرجل يعني قادرها بشكل كويس جدا الناحية التانية الكابتان اياب جلال جيم اتأخر شوية فيه صفقات كتيرة ما كانتش موجودة